نظمت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان مفوضية مكافحة التمييز وذلك في إطار الفعليات التي تنظمها التنصيقية بشأن القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني تناول الصالون مناقشة عدة محاور منها الأثر النفسي على الشخص الذي يتعرض للتمييز بالإضافة إلى تربية النشأ على احترام التنوع البشري وتقبل الآخر كما نقش الصالون جهود مصر في مكافحة التمييز وكذلك دور الإعلام والمؤسسات الدينية في ترسيخ ثقافة مكافحة التمييز